رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل صعود حافظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر السلام في جدة في مستهل الجلسة توجه الملك المفدى بالحمد للمولى على ما من به على حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة على توفيقه جل وعلا لهذه الدولة المباركة في العناية بالحرمين الشريفين وخدمة قصدهما وتسخير الإمكانات والقدرات المادية والبشرية في سبيل راحتهم وأمنهم وسلامتهم وأعرب رعاه الله عن شكره للجهات المشاركة في أعمال الحج كافة على مبذله من سبوها من جهود أسهمت في تحقيق نجاح موسم الحج لعام 1444 للهجرة وجزدت الإخلاص والتفانية في القيام بهذا الواجب العظيم الذي شرف الله به المملكة قيادة وشعبا إثر ذلك اطلع متلس الوزراء على نتائج الزيارة الرسمية التي قم بها صاحب السمو الملكي لمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس متلس الوزراء إلى الجمهورية الفرنسية ولقائه بفخمة الرئيس إمانويل ماكرون ومجر خلاله من استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين أسبو لتطويرها في جميع المجالات بما يخدم مصالحهم المشتركة وأوضح معالي وزير العلامة الأستاذ سلمان الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس نوه بما اجتمل عليه البيان المشترك الصادر على المملكة والجمهورية الفرنسية من مضامين بشأن التعاون في مجالات الطاقة وما يوليه البلدان من أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي واتفاقية باريس بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما وتناول مجلس الوزراء مجمل مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية خلال الأيام الماضية في إطار جهودها الداعمة للعمل الجماعي والنهج متعدد الأطراف من أجل مواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلام والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار استعرض المجلس ما توصل إليه الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية الذي عقد في موسكو من اعتماد خطة العمل المشترك للفترة من عام 2023 إلى 2028 التنسيق بشأن مختلف القضايا السياسية الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي وأكد مجلس الوزراء مجددا حرص المملكة على تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة أوبك بلس لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها ومن ذلك الإعلان عن تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوبيا الذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري لشهر آخر ليشمل غسطس القادم مع إمكانية تمديده أبين معاليه أن المجلس عد ما حققته المملكة من نتائج إيجابية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 انعكاسا لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبنىها الدولة بهدف تحقيق التطلعات المنشودة لازدهار الاقتصاد الوطني التقدم في المجالات كافة أرحب مجلس الوزراء باعتماد المنظمة العالمية للملكية الفكرية تعيين المهيئة السعودية للملكية الفكرية هيئة للبحث والفحص التمهدي الدولي اعتماد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية في المملكة مركزا إقليميا لخدمة دول المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر